موسيقى موسيقى متابعين متابعي تقص العرب في أردن تحية طيب لكم في البداية نترحم على جميع شهداء هذا الوطن في جميع ربوع الوطن نبدأ معكم بآخر تحيثات الحالة الجوية المؤثر حياء المملكة من خلال آخر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لدينا هنا خصيصا في طقس العرب نلاحظ من خلال هذه الصور تواجد كتلة كبيرة من السحب الرعدية المنطرة قد عبرت الأجزاء الشرقية من المملكة خلال الساعة القيام الماضية وأثرت خلال الليلة الماضية على مناطق لواء الجفر في محافظة معان مسببة هطول ما يزيد عن 60 ملي مترا خلال الليلة الماضية في حين تتناثر بعض السحب الركامية فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية تحديدا جبال الكرك جبال الطفيلة جبال معان وأدت هذه الشراء وأدت هذه السحب إلى هطول زخات رعدية متفاوضة شدة في تلك المناطق مع ساعات ظهيرة هذا اليوم في حين تخلو سماء شمال ووسط المملكة بحسب آخر هذه الصور من تواجد سحب منطر وتقتصر على بعض السحب الركامية من النوع غير منطر في حين نراحض معكم إلى الغرب من المملكة تواجد لسحب ركامية فوق مناطق فلسطين المحتلة كذلك الحالة على الحوض الشرقي اللي بحلى من المتوسط وهي ستتحرك بعيدا عن المملكة بعد ما شئت التوقعات الجوية الخاصة والملخص الخاص بالفترة القادمة حالة عدم الاستقار الجوية تتؤثر على المملكة متوقع أن تستمر لكن بوتيرة أقل وفي مناطق عشوائية أكثر لكن لا تزال الفرصة متاحة لهطول زخات محلية رعدية من الأمطار طبعا تستمر هذه الحالة حتى ساعات مساء الأحد ويوم الثنين على أجزاء محدودة من مناطق البادية الشرقية الخبر الآخر هو احتمالات لتأثر المملكة وسائر الحوض الشرقي للبحر المتوسط بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة في الحقيقة هي سلسلة من المنخفضات الجوية محتملة اعتبارا من يوم الأربعاء القادم وحتى مطلع الأسبوع الذي يلي هذه المعلومات سنبقيكم على أطلاع بآخر تحديثاتها خلال اليومين القادمين طبعا يسبق هذا المنخفض يوم الأربعاء حالة جديدة من عدم الاستقار الجوي من متوقع بحسب آخر المؤشرات الحالية أن تؤثر على شرق المملكة في زخمها بعيدا عن المدن الأردنية الرئيسية في الغرب لكن سنبقيكم أيضا عن طلاع خلال اليومين القادمين بهذا الخصوص آخر توقعات الليلة القادمة في العاصمة عمان 11 درجة مئوية هي درجة الحارة الصغيرة كما نلاحظ مع أجواء ضبابية مع ارتفاع في نسب الرطوبة ونالك توقعات بتدنن لافت في مدى الرؤية الوفقية في مناطق البادية الشرقية تشهدت خطولا للأمطار الكثيفة الليلة الماضية إضافة إلى مناطق السهول الشرقية إلى الجنوب والشرق من العاصمة عمان طوقات الجوية الخاصة بالأمطار خلال الفترة القادمة نلاحظ معكم نهار هذا اليوم السبت تناثر بعض الأمطار في مناطق عدة في المملكة تتركزت في مناطق الشرقية إضافة إلى مناطق الجنوبية الشرقية لكن مع ساعات نهار يوم غدنا الأحد كما نلاحظ معكم تأثر الأجزاء الشمالية والوسطى من دولة فلسطين وبعض الأجزاء الشمالية المملكة وأجزاء الشرقية بهذه الأحوال الجوية غير مستقرة وبالتالي تبقى الفرصة متاحة لتكشكلات رعادية في تلك المناطق كذلك الحال هو يوم الاثنين لا تزال مناطق محدودة من مناطق البادية الشرقية وبعض وأقصى مناطق شمالية المملكة تحت تأثير هذه الأحوال الجوية غير مستقرة يوم الثلاثاء هناك أحوال جوية غير صغيرة جديدة في مقدمة لمنخضة جوية سيؤثر على المملكة وسائر المنطقة اعتبارا من يوم الأربعاء وفي فترة التي تلي هذه الأحوال الجوية غير مستقرة يوم الثلاثاء بحسب المؤشرات الحالية ستؤثر على مناطق شرق المملكة بيئة تركيز الأكبر لكن سنبطيكم على اطلاع بهذا الخصوص خلال الأيام القادمة التوقعات الخاصة في العاصمة عمان خلال الثلاثة أيام القادمة نلاحظها معكم 18 إلى 19 درجة مئوية هي درجات حارة العظماء المتوقعة مع أجواء غايمة جزئيا في موظم الأحيان لا تزال هناك فرصة في العاصمة عمان مهيئة لهطول بعض الزخات الرادية المتثرقة مع ساعة الليل أجواء باردة أجواء غايمة جزئيا بتشكيلات من السحب على ارتفاعات مختلفة كان كل ذلك حتى اللحظة إلى اللقاء شكرا شكرا